السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع ملخصات للسنة رابعة ابتدائي نبدأ بملخص التربية المدنية لتلميذ سنة رابعة ابتدائي حضرت لكم الفصل الثاني والفصل الثالث نبدأ بالملخص أهميته سنقرأ الحوار وأهميته لاحظ معي الحوار ما هو الحوار الحوار حديث يدور بين شخصين حديث يدور بين شخصين أو أكثر بهدف الوصول إلى نتيجة يتفق عليها الجميع أو تقبلها الأغلبية حوار يدور بين شخصين أو أكثر بهدف الوصول إلى نتيجة يتفق عليها الجميع أو تقبلها الأغلبية ما هي أهمية الحوار؟ بالحوار يسود النظام تنتشر المحبة والتفاهم بيننا يمكننا التعايش مع الغير في موداء وسلام الحوار وأهميته ما هي آداب الحوار؟ يلتزم المتحاورون بآداب الحوار ما هي الآداب الحوار؟ استعمال الاستخدام أو استعمال الفاظ الحسنة وليس الكلام القبيح استخدام الألفاظ الحسنة تجنب مقاطعة المتحدث وغيرها عندما يكون شخص يتحدث لا يجب أن نقاطع حديثة كي لا ينتج عن الحوار عداوة إذن تجنب مقاطعة المتحدث وغيرها كي لا ينتج عن الحوار عداوة إدارة الحوار في أقسم إذن أشارك في الحوار داخل القسم لأنني فرد من أفراده ولأن له أهمية كبيرة تعود على تحصيل الدراس بالفائدة ما نقاطعش المعلم عندما يكون يتحدث أو أقاطع زميلي في الكلام لابد أن نتحاور مع بعض كي تعود على تحصيل الدراس بالفائدة إذن الحوار بدل العنف كي أشخاص يتحاوروا يعودوا يسبوا يعودوا يستعملوا للعنف إذن الحوار بدل العنف عندنا العنف نوعان عندنا العنف اللفظي والعنف المادي ما هو العنف اللفظي؟ إذن ما هو العنف اللفظي؟ لاحظ معي العنف اللفظي يتمثل في السب، الشتم، الصخرية والعنف المادي الذي يلحق الضرر بالآخرين في أجسامهم وأرواحهم وممتلكاتهم الذي يلحق الضرر بالآخرين في أجسامهم وأرواحهم وممتلكاتهم أساهم في حل الخلافات هذا عنوان درس آخر أهتم دائما بالإسهام في حل الخلافات التي تقع بين الأشخاص ويكون ذلك عن طريق نبذ العنف واتباع أسليب التفاهم واستعمال الحوار وحسن الإصغاء للمتحدث ونبذ التعصب ما هو التمييز العنصري؟ عندنا درس آخر التمييز العنصري هو تفضيل شخص عن آخر أو عدم المساواة بين الأشخاص على أساس الجنس، الدين، اللون، اللغة عدم العدل، عدم المساواة تنفضل شخص إلى آخر هذا هو التمييز العنصري التمييز العنصري يؤدي إلى العنف والتفكك بين أفراد المجتمع وانتشار الحقد والكراهية وانتشار الحقد والكراهية عندنا هنا المدرسة الإبتدائية هي المؤسسة التعليمية المخصصة للمرحلة الأولى من التعليم وهي مرحلة إلزامية ومجانية عندنا المتوسطة هي المؤسسة التعليمية المخصصة للمرحلة الثانية تعليم المتوسط مرحلة الإبتدائية وبعدها التعليم المتوسط وبعدها الثانوي المتوسطة هي المؤسسة تعليمية المخصصة للمرحلة الثانية من التعليم الإلزامي ما هي الثانوية؟ الثانوية هي المؤسسة تعليمية للمرحلة الثالثة والتي تري مرحلة التعليم المتوسط يدرس المتعلم فيها ثلاث سنوات يشترس في نهاية امتحان شهادة البكالوريا أيضا عندنا الملكية الخاصة والملكية العام الملكية الخاصة ما هي؟ هي ما يملكه فرض أو عدد قليل من أفراد مثل منزل، دراجة، مصنع، سيارة، هذه ملكيتك الخاصة أما الملكية العامة هي ما تملكه الدولة، المدارس، المستشفيات، المصانع، المؤسسات المختلفة وتجهيزاتها وينتفع بها جميع المواطنين أيضا عندنا تنظيف المدرسة، عندنا تنظيف المدرسة، درس الأخير من الكتاب المدرسي يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها والمشاركة في تجميلها وصيانتها يترتب عن كل إطلاف المحلات والتجهيزات، ماذا يترتب عن؟ يترتب تعويض مالي أو مالي يتحمله التلاميذ وأوليائهم مدرسة ملكية عام من واجبي المشاركة في تجميلها والمحافظة عليها كمحافظة على ملكية خاصة كان هذا ملخص في التربية المدنية انتظروني مع ملخص في التربية الإسلامية وبقية المواد بإذن الله إلى اللقاء